هنبدأ مع حضرتك ومع مشاهدين من Associated Press وثيقة الدستور تحمل ضمانات لجميع المصريين وتظاهرات أنصار مرسي لم تنجح في تعطيلها المحتوى أو أهم ما ركزت عليه Associated Press فيما يتعلق بالمشهد في إطار المظاهرات التي طلعت وتحليلات السياسية المصرية التي قالت أنها محاولة لعرقلة عملية إنهاء التصويت على الدستور فإحنا عندنا يمكن المجمل العام لردود الأفعال في الصحافة الدولية ويمكن من كتير من الخبراء والمحللين زي ما نشوف بعد كده إنه فيه رد فعلي إيجابي لحد كبير بعد الانتهاء التام من وثيقة الدستور والمنتظر عرضها على الرئيس صباح الغد يمكن Associated Press حاولت إنها تجد مساحة بين وثيقة الدستور وبما تحمله من ضمانات خاصة بالحريات وأشياء كثيرة وبين ما حدث بالأمس من مظاهرات واقتحام التحرير للمرة الأولى بالقطع الإعلام الخارجي بينظر إلى ميدان التحرير لازال ينظر إلى ميدان التحرير باعتباره رمز الثورة المصرية وما حدث بالأمس من دخول مجموعات من مظاهرة دخل من خلالها طلبة الإخوان إلى الميدان تزامن هذا مع وجود لجنة الدستور كتابة الدستور على بعد أمطار قليلة في شرع القصر العيني كانت بالقطع الأنظار بتتجه إلى أنه انتظار ما سيحدث لكن بالقطع التعامل للأمن بالأمس كان أكثر رجدا لم تحدث إصابات ولم تحدث تضخيم للموقف هو الأمن برح فرق المظاهرات عن طريق استخدام الغاز وتحرك الآليات التابعة للشرطة دون وجود أي عنصر لقوة كانش في أي عنصر أدى إلى إصاباتها نرجع للدستور الشيطي بريس بشكل عام بشايفة أنه أنه الدستور فقط توقعات في بعض النقاط إنجازوا المواد المسودة في فترة الزمنية المحددة ده شايفة أنه كان إنجاز جيد بشكل عام أيضا الوكالة أشارت إلى أن الوثيقة أخرجت أو قدمت الحقوق الأساسية طبعا الحقوق الأساسية هنا ننتظر القوانين من أجل التطبيق لكن الوثيقة تظل حبر على ورق حتى نرى التطبيق في القوانين التي سوف يشرعها البرلمان القادم لكن بشكل إجمالي تجد أنه الوكالة تجد أنه ما يخص حقوق المرأة والأقباط السياسية وتحقيق المساواة وعدم التمييز مواد عدم التمييز هي مواد تاريخية للمرة الأولى في الدستور المصري أيضا عدم النص على أو ترك مسألة الكوتة للأقليات والمرأة والشباب للدستور للقوانين المكملة التي ستصدر فيما بعد أيضا أمر ترى الوكالة أنه مسألة جيدة وأشارت الوكالة في هذا الشأن أيضا إلى أن هناك وثيقة أو تم إخراج وثيقة دستورية تحفظ حقوق المرأة والأقباط الحقوق السياسية للقطاعات التي كنا نقول أنها قد تكون يعني بتعاني من مشكلات تهميش أو لم تحصل على الحقوق الخاصة بها سياسيا الحقوق السياسية لها بما يكفي في المجتمع المصري رغم كل التحفظات يعني هناك كثير من النشطاء والمنظمات المجتمع المدني بترى أنه الصياغة ربما تحمل قدرة من التحفظ أو عدم الوضوح في فكرة الالتزام مسألة الالتزام هنا يمكن مش واضحة في الصحافة الغربية أنه كلمة الالتزام هنا كيف ستترجم فيما بعد كيف ستترجم في قوانين هذا هو مطروك أيضا لعبء سقيل على البرلمان القادم في مصر أيضا الأشيط بريس بترى أنه تخفيف التوتر فيما يخص المحاكمات العسكرية مسألة جيدة أنها رغم أنه كانت المعالجات في الأيام السابقة كانت بتنظر المحاكمات العسكرية على أنها ستكون عائق كبير وتعطي للجيش قوات مسلحة دور أكبر في الحياة العامة المصرية لكن هنا الوكالة بعد ما حدث من النقاشات بالأمس وصياغة المواد بشكل أفضل رأت أنه تم احتواء التصعيد أو القلق حول هذه المواد بمحكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية فقط في الجراءة من التعلق بالاعتداء على منشآت عسكرية مصرية